سواعد محملة بالتعب وأكف تحنت بلون قشور نبات العكوب حال تتناساه الحاجة سميح زهد بعد أن تجنيت ثمنة انظيف أشواكه حيث يصل متوسط ما تقوم بتجهيزه وأخريات حوالي 20 كيلو يوميا وعلى مدار موسمه العكوب في السنة بيجي مرة من لقعة شهرين تقريبا نحن نكب بنكب حسب ما بغدى عندي ناس يشتغلوا 20 كيلو في اليوم أو 15 حسب ما بغدى عندي ناس من البنات مع دخول فصل الشتاء أيامه الأخيرة وبدء بزوغ الربيع تجود الأراضي والأغوار ومناطق الخليل بهذا النبات البري الذي يتهافت عليه المواطنون لقطافه وتجهيزه لموائدهم يمد يد العون لعائلات عديدة تعمل فيه يسمون بالعكابة بنجهزه للستات اللي بتكون مشغولة مشفاضية باب رزق لألنا ولبناتي بنشتغل فيه تقريبا شهرين بنعمل قريب طن ونص في الموسم من شهر اثنين لشهر ثلاث بس طير خلص يعني من وقف عن الشغل وهو طري من نسويه من نكبه وبجهزه بقطعه وبسلكه بكلبه حسب ما بست البيت أو الزبون اللي بكونوا موصيني بعمله ولازم بعد بس ساعتين ما ينعمل لازم يبكى مغلي أو محطوط في المي عشان مايرجعش يطلع الشوك مرة ثانية وبعدين بتغير لونه بصير لونه على أصمر أما لازم يحط عطول في المي وينغلى عشان يروح الشوك اللي عليه ولعل نبتة العكوب من أكثر النباتات شهرة لا سيما في هذا الوقت من العام ويخزن بكميات ويحظى بإقبال كبير على شرائه رغبة في مذاقه المميز وفوائده الجمة موسم تنتظره العديد من العائلات أطنان من هذا النبات تزال أشواكها لتكون سيدة الموائد طوال العام من مدينة السلفيت محمد اشتيي تلفزيون فلسطين